اشتركوا في القناة في هذا اليوم الفضيل في يوم الجمعة من شهر رمضان توجه المسلمون الى المؤمنون الى الصلاة واذا بهؤلاء الارهابيين ينتهكون المحارم ويسفكون الدم الحرام في بيوت الله في بيوت العبادة اذا نحن لا نستغرب ايها العزاء لا نستغرب من هؤلاء الذين جملوا على القتل ويراقة الدماء والعبث بارواح الناس قبل يومين بثت بعض الشاشات مشاهد مفزعة ومخيفة ومؤلمة لهؤلاء الارهابيين الداعشيين يتفننون في طريقة قتل خصومهم يمسكون بعض الناس يضعونهم في قفص يغرقونهم في الماء وينظرون اليهم وهم يغرقون اهذا اسلام بالله عليكم اهذا اسلام اهذا الذي علمكم الاسلام اهذا الذي جاء به محمد بن عبد الله الذي وصفه الله انه رحمة للعالمين اهذا هو الدين الكرامة اهذا هو الدين الرحمة الذي نبشر به العالم شيء مؤلم والله شيء مؤلم أن يقوم هؤلاء المجرمون بارتكاب الجرائم جهارا عيانا في وضح النهار وكل ذلك باسم الإسلام وهناك من يصفق لهم إلى أرواح الشهداء الذين استشهدوا هذا اليوم في مسجد الإمام الصادق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد أرواحهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جنته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان ونقرأ الفاتحة عن أرواح الشهداء بسم الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شعب الكويت وأن يوفق الإخوة والأخوات هناك وأن يلهم ذوي الشهداء الصبر والسلوان وأن يتغمد أرواح شهدائنا الأبرار بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جنته كما أبلغ الشعب الكويتي الكريم وخصوصا أتباع مذهب أهل البيت أبلغكم سلام وتحيات الجالية العربية المسلمة هنا في ديترويت التي تشارككم في العزاء وتشارككم في هذا المصاب وتتضامن معكم وتتآزر معكم وتقف معكم في هذه المحنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر